عندي سؤال زوجي كذب علي وقال لي انه هو بيخلف وهو عنده مشكلة كبيرة وصعب يخلف ورفض يعمل حقن مجهري اعمل ايه يا شيخ؟ اولا مسألة الخلفة مسألة من الموضوعات المهمة ان يكون الناس لو في اي مشكلة في دي لازم نقولها لكن الحقيقة كلامي مش يكون لحضرتك هو كلام لزوج حضرتك الكلام لزوجك باني يا سيد المسألة لازم تكون واضحة ان الجواز بيكون بالعشرة الحسنة فلا يجوز ان هو يبنى على الكذب وبنائج الزواج على الكذب يفسد الحياة الزوجية ويخليها مليئة بالمرار ومليئة وخاصة مع الستات الستات بيحسوا دايما كده يعني هي مرضيتش تقول العبارة اللي هي العبارة اللي هي الطبيعية اللي هي حسة بيها العبارة الطبيعية اللي هي حسة بيها اني انت خنتها الست عندها الكتب بيساوي الخيانة الكتب عندها بيساوي الخيانة فالشعور اللي عندها ان انت خنتها يعني حاجة كده زي لما تعرف حد عليها طب انا بقول كده ليه بقول كده مش زيه في نفسي نمط الشعور لكن هو نفسه خيانة برضه ان انت كتبت عليها فهي خيانة فالستات بيكرهوا الكتب بيكرهوا الكتب عليهم بيكرهوا الكتب عليهم ولذلك انت لابد ان انت تكون واضح وصادق معها اول حاجة لابد ان انت تكون صادق مع نفسك انت في خلفة لو ما فيش خلفة وتجلس معها وتقول لا يا ستي انا خبيت عليك عشان بحبك او عشان كذا او عشان كذا فتجلس معها وتعترف بالخطأ وتعتذر لها لان يبدو ان احنا ما قلناش الكلام ده بوضوح والكلام ده تم اكتشافه من السؤال كده تم اكتشافه وبعد كده ابتدينا نقول تعالا نروح للحقن المرجهري فانت رفضت الحقن المرجهري فانا رأيي ببساطة خالص اول حاجة ان انت تروح للحقن المرجهري ده رأيي ده رأيي وهل يجوز ان احنا نقترض من اجل اللي اعملوا كده لو عملتوا كده انا اظن ان ده افضل حل وده حل اخليكم كلكم مرتاحين فرأيي ان انت تروحوا للحقن المرجهري ولو حصل ده هتتحل مسائل كتيرة جدا 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 طيب اذا هو اذا حضرتك رفضت ان انت تعمل حقن المجالي لأي سبب ومبعض الناس بيخافوا وبعض الناس بيقولوا التكلفة وبعض الناس بيقولوا خليك صادق ماينفعش تبقي زوجة بتتوجع او تتألم وهي عايزة الخلفة فاذا كنت انت ماشي قادر تخالفت لازم تكون واضحين وصدقين مع بعض رأيي قبل ما تاخدوا اي قرار تشرفونا في مركز الارشاد الزواجي بدر افتاق المسائلين لان دي من المواطن بالذات ان ادارتها محتاجة لخبير ليه خبير عشان يقدر يحكينا ايه اللي وصلنا للي احنا فيه ده وازاي نقدر نتجاوزه لو كنا عايزين نكمل وايه الضوابط اللي احنا لازم نلتزم فيها في مستقبل ايام حياتنا مع بعض عشان نحقق قوله تعالى وعشرهن بالمعروف يبقى اذا المسائلة بسيطة تعالوا اول حاجة نصحت ان احنا نروح حق المجهري وفي نفس الوقت كمان نستشير الخبير وتشرفونا في مركز الارشاد الزواجي بدر الافتاق المسائلين السؤال اللي بعد كده ترجمة نانسي قنقر